تحياتي و أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من سيلفي سبورت اللي بتيجيكم مني أنا محمد عواد اليوم ننتكلم عن مان يونايتد عن صفقات مان يونايتد المقنعة الممتازة اللي فعالة يونايتد عانى كثير بغياب الإبداع على الأطراف عنده بالثلث الأخير راح جاب سانشو واحد من أحسن اللعبي الإحصائيا في صناعة الأهداف بالدوريات الخمس الكبرى في آخر موسمين لعب ممتاز لعب بيسجل ولعب بيصنع ولعب عنده رؤية ممكن يفتح مساحة بتمريرة واحدة إضافة مهمة وبنتكلم عن قلب دفاع مثل رافايل فاران وفي شبه تأكيد إنه ظهير أيمن على الطريق ربما يكون تربيان يعلموا عنه حتى قبل ما أنشروا الفيديو وده مش هو حيجي ظهير أيمن غيره يدعم الفريق هيك معناها صار عند يونايتد تقريبا في كل مركز لعب أو اثنين تحكي عنه من الأفضل في البريمير ليج وهيك معناها أيضا إنه هذا الفريق تفصيل إيدين سولشاير تماما حتى الحارس مع هذا الأساسي بنظره ديخية كل شيء هو اللي بيعمله سولشاير سولشاير اللي عم بيكسب دعم الإعلام عم بيكسب تعاطف جزء كبير من جمهور مان يونايتد نتيجة أيامه القديمة كلاعب اللي بتذكرني كثير بقصة فرانك رامبرد اللي طلع بأول موسم بدون سوق انتقالات كان دائما في تبرير جميل الرجل بدون صفقات وشوفهم أحسنه وتأهل وأسطورتنا وهذا الكلام لكن بالصير قرر أبراموفيج يعطي فلوس لتشيلسي فرح صرف 250 مليون جاب لاعبين كثير وهون بلش يلعب النتائج ما تحسنا رغم أنه الفريق جود ترتفعت كثير فكان لابد من الإطاحة بلمبرد فبعض الأحيان لما يجبو لك صفقات كثير ويسكروا كل العيوب الممكن تدافع عنك إعلاميا ما بتكون كويسة إذا ما استفد منها وهذا موضوعي بهذا الفيديو أنه سلشاير الآن فعليا لأول مرة بيكون بالزاوية يعني لوكاكو أصبح واحد من أفضل المهاجمين في أوروبا مع الإنتر الناس ما شافت ذلك وقالت سلشاير طلعه لكن الناس شافت كلها أنه لوكشوت حسن موسم واحد مع مان يونايتد وبلش يقوله شوفوا مورينيو ظلموا ما حدا قال عن لوكاكو شوفوا سلشاير ظلموا كان الكل عم بيحترم سلشاير عم بيتعاطف مع سلشاير الآن مع هذه الصفاقات مع هذا الاستكمال مع هذا الفريق مفيش مجال لهذا التعاطف حتقلب معك قصة لم برد اللي هي إذا ما جدت ألقاب إذا عدت عن الألقاب بسرعة الإدارة حتقول بعدين يعني ما ضلش أنا هي كمان بنيقدر نعمل لك أكثر من هيك حتى المتعاطف معهم حياخد خطوة لورا بيقول يعني والله شكنا يعني شوي عواطفنا أخذتنا مع هذا المدرب فبالتالي الصفاقات هاي اللي بتعملها الآن إما حتودي مان يوناتد للألقاب أو حتودي لمدرب جديد بحب أسمع رأيكم بهذا الفيديو كنت معكم أنا محمد عواد موجود فيسبوك وتويتها الإنستغرام وضروري جدا نتابعوني على سيلفي سبورت في اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة